خدت بالك أنت من نمار في المركز الخامس وقبله أسماء زي لياو وزي تراوري وغيرهم من الأسماء اللي يمكن ناس كتير جداً ما تسمعش عنهم أو يمكن حتى ما تكونش عارفهم ويمكن دي تكون قريبة شوية من فلسفة الفرق الألمانية في استخطاب النجوم اللي بتقدمهم للعالم وبيبقوا ناس من نهام الأسماء ونجوم كبار جداً زي على سبيل المثال طبعاً باير ميونيخ اللي قدم للكرة العالمية عدد كبير جداً من الأسماء ألفونسو ديفيز جنابري كومن اللي ترك أو تركوا بالفعل بي أش جي وبقى واحد من أهم النجوم البيرن النهاردة زي ليباندوفسكي اللي بقى أهم وأفضل مهاجمي العالم وده ياخدنا أكثر الكلام على الكرة الألمانية مع ضفنا من خلال فيديو كونفرنس مانويل فيشر نجم شتوتجرت وهمبرج السابق اللي في البداية طبعاً برحب بيه على شاشة الأهلي وبشكره على وجوده معنا شكراً جزيلاً تحياتي لكم مستر فيشر خليني أبدأ الحقيقة بالكلام معاك عن نجم شتوتجرت اللعب المصري عمر مرموش تقييمك لأداءه ورؤيتك لمشواره في فترة عارضه للفريش شتوتجرت بكل تأكيد عمر لاعب رائع فعلاً تم انتقاله على سبيل الأعارة من فريق فولسبورغ لشتوتجرت في الفترة الأخيرة يمتلك إمكانيات عالية وتابعه هو لاعب صغير في السن 22 عاماً ويظهر بشكل جيد تقييمك لأداءه وحتى اللحظة وهل ترى أنه فيه إمكانية لاستمراره مع شتوتجرت أم أنه الفرصة الأكبر أنه يرجع لفولسبورغ مرة تانية حتى الآن أرى أنه من الأفضل هو أن يظل مع شتوتجرت وتمنى ذلك لأنه يظهر بشكل جيد وهناك بعض الاندماج مع الكتيبة في شتوتجرت بغض النظر عن وجوده مع فولسبورغ أو شتوتجرت من وجهة نظري هو من الأفضل لأي لاعب صغير مثل عمر مرموش هو تواجد في أرضية الميدان واللعب باستمرار مع الفريق بدلا من الجلوس على الدكا وهذا ما أرىه وأرى أن شتوتجرت هو المكان المناسب لظهور عمر مرموش بشكل رائع خليني أسألك على متابعتك لإسم يمكن إسم لعب مصري صاعد في الدورة الألمانية بيلعب مع مونشن جلدبخ هو مصطفى مصطفى أنتوا بتسموه مصطفى مصطفى خليني أعرف هل تابعته هل شفته تقييمك لإمكانياته وإزاي شايف مستقبله في الدورة الألمانية بكل تأكيد فريق مونشن جلدبخ هو فريق رائع وفريق مهم وشيط لمعظم اللاعبين ويجذب معظم اللاعبين فعلا مصطفى يظهر بشكل جيد أيضا هو لاعب صغير في السن وأعتقد وأرى أن لديه مستقبل باهر وقوي مع الفريق مونشن جلدبخ هو فريق ينافس بكوة ويظهر بكوة في البوندس ليجا بكل تأكيد هو يمكن الفريق ده لفتنظر ويمكن خليني أعرف مع خمسية مونشن جلدبخ في بير مونيخ يمكن الهزيمة الأثقل لبير مونيخ من فترة طويلة إزاي شفت المباراة دي وكانت تقييمك إيه لأداء الفرقتين أنا أعتقد كانت بالنسبة لنا جميعا مفاجأة كبرى ليس فقط للفريق البافاري أو مشجعي بالنسبة لنا جميعا كمشجعين كرة القدم في العالم مونشن جلدبخ فعلا يمتلك توليفة وكتيبة رائعة ويظهر بشكل رائع وأيضا يقدم مباريات كوية أنا شخصيا فوجئت بهذه الهزيمة السقيلة الموزلة من وجهة نظري باين مونيخ يستطيع العودة بكل تأكيد هل بتتفق مع فكرة أو مع مبدأ أن بير مونيخ بيعتبر القطب الأوحد للكرة الألمانية يمكن على فترات وعلى أزمنة مختلفة يكون ليه فريق منافس أساسي ممكن في فترة من الفترات يكون أوكان نونشن جرباخ ظهر بعدها بير ليفيركوزن ظهر بعدها بروسيا دورتموند في السنوات الأخيرة بقى ليبزيج متفق مع المبدأ ده وشايف تأثيره إيه أو ده تأثيره إيه على مسابقة الدوري الألماني البونزليجا في هذا الوقت نعم أتفق معك الفريق البافاري بغض النظر عن خروجه من الكأس ألمانيا ولكن أعتقد فعلا أن الفريق البافاري أو باير ميونيخ دائما يمتلك كتيبة رائعة وقوية وكواليتي لعبين جيدين وهذا ما يساعده في التقدم بشكل دائم من وجهة نظرك إيه اللي يحتاجه في فريق زي شتوتكارت عشان يقدر ينافس ويرجع مرة تانية لمنصات التتويج؟ أعتقد أن شتوتكارت في هذه الفترة يعاني بعض الشيء ولكن يمتلك لعبين جيدين شباب هناك الخليط بين عنصر الشباب والخبرة ولكن أنا أرى أن لدي فريق يمتلك قدرات أيضا قوية ولكن معظمهم شباب فريق صغير ولكي يستمر في المنافسة وينافس لابد من اللعب مع بعض بشكل كمنظومة بشكل أفضل من ذلك سؤال أخير عن اللعبين المصريين بما أن احنا تكلمنا على عمر مرموش ومصطفى لفترات طويلة كان الدوري الألماني هو الوجهة الأولى للعب المصري اللي بيحترف في الخارج وشفنا تجارب نكحة جدا في عدد من الفرق يمكن أهمهم كان محمد زيدان للعب لماينز وثم تقلق مع دورتموند هاني رامزي طبعا في التسعينيات مع كايزر سلاوتن منهم سمير كامونة عمارة ياسر ردوان عدد كبير من الأسماء أحمد صلاح حسني ومع تقلق الجيل الجديد الحالي من النجوم المصريين في ملاعب أوروبا ما شفناش اهتمام من الأندية الألمانية باللعب المصري تفسيرك لده ايه؟ سؤال شايك ورائع فعلا هو مهم جدا عندما يلعب أو يحظى اللاعبون بفرصة للعب للبونتوسليجة لأن البونتوسليجة لديها قدرات ويذروني لكل خاصة على سبيل المثال في الأونة الأخيرة عمر مرموش عادة كلاعب مصري لتواجد بشكل رائع أن رمو صلاح هو اللاعب الكلاسيكي من أحسن اللاعبين في العالم في هذه الأونة خارج البونتوسليجة طبعا مع ليفربول ولكن كما ذكرت أنت فعلا يعني ليس هناك من اللاعبين الكثيرين المصريين في البونتوسليجة طب قبل ما تنايل المنتخب الألماني ومرحلة هانسفليج يهمني أسألك على الأندية الألمانية وبعيدا عن مسابقة الشامبينز ليج اللي يمكن يكون لها متطلبات ومعايير خاصة ويمكن يكون البين بيمثل فيها الأندية الألمانية لكن في مسابقات تانية زي اليوروبا ليج هناك غياب تام للأندية الألمانية وعدم قدرة على المنافسة على تحيي اللقب في حين مثلا بنشوف أندية من أسبانيا دايما حضرة دايما بتنافس فيا ريال بيعملها يعني عدد كبير من أندية الوسط تحديدا بتقدر تظهر في مسابقة اليوروبا ليج وبتوصل لنهاية المشوار وبتحقى اللقب ليه الأندية الألمانية عجزة عن تحييق ده معلوماتي ليست جيدة حول هذا الموضوع ولكن أستطيع أو أكاد أن أجزم ربما بسبب الكورونا ما مرينا به في العوام الماضية بسبب كورونا قد أثر بشكل كبير عن تواجد الفرق الألمانية في اليوروب ليج أو في دوريات الأوروبية ولكن أعتقد ذلك من وجهة نظر هو كان سبب مهم كل الفرق بتستعد للمسابقة الأهم على مستوى أوروبا هي بطولة الشامبيونز ليج من وجهة نظر مانيويل فيشر من الفرق الأقوى أو اللي لديها حظوظ لتحيي اللقب باير ميونيخ متواجد بشكل رائع ودائم في الشامبيونز ليج وعندما تحدث عن فريق ألماني أو فريق ألماني أخرى دورتموند وأيضا عندما تحدث عن باير ميونيخ أعتقد أنهم لديهم حظوظ كويسة أروح لهانس فليك ومرحلته في قيادة الماكينات الألمانية تقييمك لمشوار هانس فليك من بدايته وهل استعاد أو صحح المصار إلى حد كبير نعم بكل تأكيد أنا نرى يظهر بشكل قوي ورائع نعم يستطيع هانس فليك العمل على تطوير الفريق والعمل على وجود هذا الترابط ما بين اللاعبين الشباب والخبرات وينظر لهم بشكل كويس وهذا ما يمتاز به هانس فليك عن المدربين الآخرين من وجهة نظري لو طلبت منك تختار أفضل ثلاث مدربين في العالم وأفضل ثلاث لعبين في العالم إيه الأسماء اللي هيختارها مانيوال فيشر؟ عندما تحدث عن أفضل اللاعبين في العالم ليفاندوسكي روبرت ليفاندوسكي من أهم المهاجمين واللاعبين لعب كلاسيكي أيضا بالنسبة لي مصلاح بكل تأكيد ولابد أن يتواجد في الترتيب من أفضل اللاعبين في العالم بكل تأكيد يستحق ذلك ولاعب رائع ومسي ورونالدو لا بد علينا أن نذكرهم لا بد أن ننساهم هم أساطير بكل تأكيد ولاعبين كلاسيكين وافضل ثلاث مدربين فانيين بشكل عام بشكل عام؟ يزهر بكل تأكيد يزهر مع تشيلسي بشكل رائع. مورينيو من وجهة نظري. انا بحب طريقة لعبه وبحبه جدا. مانيوال فيشر ناجم شتودجرت وهامبرج السابق طبعا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك مع نا في السادسة. فاصل ونرجع نتكلم عن القمة 123 ونتكلم على مشوار النادي الاهلي اللي جاي ان شاء الله وبالتأكيد منتخب مصر حاضر معنا في السادسة بعد الفاصل.